السلام عليكم بنات الممينات الغزالات الفنك الكتيكيتات ديالي اخوتي لباس عليكم عواشركم مباركة انقل بارك لكم العواشرتي وصر نضع عواش غادي نقول لكم قبيلة كنت فتحت لايف ودرت لكم قلت لكم واش نسكن في المراكج كل شي اقتراح تقول لي قناة يعني كنوجد من دابة باش نعرف شنو ندير شنو ما ندير شنو ما ندير الدار ديالي غدا تتاخدها من عندي السيدة اللي كارياليها تفهمت انا ويا علين ما غادي نجري هاد الوقت اللي بقالي غدا نقل نجري على الوريقات ديال الدار ان شاء الله باش يخرجوا لي هكا غادي نشوف المدينة اللي غا نقدر نستقر فيها هكا باش نبدل حتى قلب تبدين المنازل الراحة نبدل البعدها هكا و هكا و نضحكوه ارجع لنا التضحك تيانا علش الله حتى كي بزاف منكم قالوا لي صار بقى يحدى واليدين ولكن قدمة بعدت قدمة غات عزاز تانية احنا بناتنا زنقة يعني كيقول لك هاي احدانا فهمتو كيفاش اي احدانا الانسان نفشكي بعد كي يعزاز و يقدر يجي مرة في الشهر و يقلس ثلاثية مربعه ما احنا ما كان يعني نتلقى و احنا واحد المدة مهمة علينا اه كلكم اقترحوا عليها ما بين طانجا قنيترا مراكش و نعاود نقول لكم اقترحوا عليها المدينة اللي تكون في المعيشة مزيانة و نقدر نخدمها شوية على راسي و حاجة الحاجة التانية للبنات هي امام البارح كل شي قلت لي ردت الفعل دياله تتلقائيه و هي مرة معقولة و ذاك الشي لك الشي على شعراتها كاك و قلت لك ما اتخلت اشي وحده اضطاع دياله من حقه يعني هي عارفة والعمل الله شنو داز عليها باش قولتها كقاسحة في القرارات دياله و كنقوله قاسحة من كتاب كيف ما قلته واحد المتتبع على البنات كتتفرج فينا كتتابعنا جات حتى دقات عليها و صد ما ادني الله ادعب ادعب ادعبوا بالما في لي احد الساعة بالبنات عام سيكتن موجه لكم مد الفيديو hikeشع حيث احيث احيث كنت اضرف واحد لابتين وقطعت في هذه المكلمة مع التمينية وربع حسنا 8.50 يعني وشتي اللي اطلاقي فكرنا في الشهادة جلست معي تقريبا الواحدة عشرين ادابة 8.50 كله تسعود قد قد تسعود قد قد يعني هي ها هي تكون جيت عندي معي 28 و 20 دقائقات 8 و 15 دقائقات جيت البنات قايت لك اخطب مريم واخوها اخوها كان في باريس قلت لي بغات مريم قلت لي اجحلت 8 عام قلت لها 19 عام انا في راحس قلت لي اخوها عنده 41 عام مريم عنده 19 عام مزوجه مطلق ما عنده لولاد لاوالو وقلت لي البارح من اللي تفرجات في الفيديو وقدرات منعها وبرتاجات معها الفيديو ديما ببرتاجات معه كل منار جيت عندنا مريم وادة فاش كنجبدو فيديو في مريم قلت لي بغات مريم بغاتها لخوها قلت لي اخوها مشي مشكل العمار ما العمارها يكون غير معقول قلت لي خدام زيان عنده الدار دياله وتمه عنده الدار دياله هنا كان عنده الدار دياله فتاة وان كي يجي لها في الصيف وكي هذا وبغا شي بنت معقولة وتكون على قدو قلت لك رك عارفة بنت اليوم ده بكيفه جديري قلت لي اخوها ما كان بس عيدت على مريم عيدت على قدامها سكتات مريم ما قدرش تجيو طب انتي اختي كتوفي رعيت السيدة في الثلاثون وقدرت معها للحافظة البنات مريم قلت لي مني مش هتخرجها السيدة قلت لي انا قلت لي انا ممكن في القرش في الزواج عندي اخويك يقرر في الكاتر ايان خاصة نخدم باش نصيفت لي فلوس باش يقرر وعندي اختيك في الداخلي عارف ان الدراسة ديال داخلي البنات كتجي اختها في الويكاند كتجلس معنا يعني اختها إلا كانت العطرة في 8 مرة كتجي دوزة معي اذي كل مرة اخر مرة اعطاها العطرة في 15 يوم ودوزتها معي كاملة وكتجي السبت والحد كتجي السبت مع الوحدة كتبقى معي تلغة تليل اثنين كتمشي في حال كتتغرقق هلا في صباح من الدراسةרה كتني لم تلغة على هنا في الدراسة ان الافعل في الدرسنتري كتلا قلت لي لم تسمي أخويتي يا اaufen ايضا하기 ان استطلاق لدي씨 اذا كنت بالان بوجد ان ابي ح PL رحيتي لا اكون حاولا الا القم Bi Koji قال لي hélor غط مو L ولكن لم أريد أن أزوج أخوتك أمانة عندي من العيّة للحافظة قلت لها أرى البنت ما قالت لا مشكلة سأنادر مع أخي والأخي القلب كبير والله عمر هذا قلت لها أخي أخي سأعاون أخوته وعاون عائلته قلت لها تكلفه ما يرى الناس والبنت لا أريد جاء الله أرزقها أنا كنت وعدة تتلقى وأنها تبقى لها في التار حتى نزوجك ونرى أيدي الجميع وقلت لها انا ما بغش نزوج قلت لي وبالخصوص من ذلك الشيء اللي جاء الدخل مصطرفة ودارك ذلك الحالة وكل شوفك بولاده ممكن لي انا نزوج وعندي مسؤولية دي الجوش خوتي ودوز المدة ونطلق بولاد ولد ولا بنت والجوش الولاد ولا بنت ونزل قلت لي نخلي علي الخميرة الله ما خليني مدرقة هاكا وما بغش نزوج شنو بيليكم يا بنات معطاوني الرأي ديالكم انا ما عارفش يعني انا ما عارفش قلت ينا نققى معاكتين وموت عطا ما بغش نزوجت وما انا نعيط على مريان قلت لي قلت لي يا مريان انا ما بغش نزوجت عالي مريان وقفت المالة ما تبانيش قلت لك مازال مش وقت البيب تباني دابه مش دابه مع الوقت نتقضر مريان داب الناس بغوا يعرفوا ليش ما بغش تزوجي قلت ليم قبيلة رجالة السيدة وخطباتك لخوها وعاوطت ليم ذلك الشيء ودابته ما بغنا الرأي ديالك لكي بغش تزوجي بقى الحال بقى صغيرة بقى عيش الحياة بغت عيش الحياة بغت عيش الحياة قلت لكم البنات بغت عيش الحياة اقول لي ديك الكلمة عشيرتي كتقول لي عشيرتي قول لي شنو عشيرتي لو ادريب جير بش يسمعوك صحاباتي عشيرتي عشيرتي هي صحاباتي قلت لك بغت عيش الحياة قلت لي قبيلة انا ما نقدرش نطلق بشي والده لبنت وعندي نسئولي ديالخوتي يجوش ونزيد علي مطلق قولي ليم ذلك الشيء اللي قلت لي انا دبريم سيستقصد زواج ولا شيء حاجة نقدر نكون زماء حاملة مدنو كيف حامل ونصدق مزان مدابة معاو ولا شيء حاجة تخرج منه نطلق منه ونصدق انا ماذا الولد قلت القمي يمي داك الولد واخوتها فانت ألا الله حفيدا سمعت بودنك رقبه له حشمات منك البنت حشمات لا تقدر تشتهدر ودباة قلت لك انا معاو بالتليفون حشمات لا تريدت تشتهدر يختيش حال زوانة وفنة قلوش اسفاء لها وتبرك الله ما شاء الله اغزال اغزال شوفي تحكيها هذه العيدة بك الان أجل الزيت لدينا الكريم الزيت لدينا أجل الزيت أجل الزيت كريم أشجر الشاي لك أجربة أصلاً وكسفة مبقى كما كان أمنا عليك لديك السابونية لديك السابونية جيدة هنا لديك قلوية لديك تغسلي بعض دوري أحيدات لك الحبوبة أحيدات لك الحبوبة لوجهك شفية تبارك الله سمعتوا البيلات قلت لك قلت لك راهما كنت تفكر بالزوج وقالت لك بغا تفكر معي هنا ها تتقتلني ونا نقتل ها بوتنبت قال أما قبل منك عقلنا نبنت على سوعات كنت تقول لك بوتنبت لا 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 نجيك بود والله مرفتان قائمة هنا هجمان ها 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 راندي تواحة بدينا نجيك وارفوك ساحتي شكرا يا شباب شكرا يا ركاك كما كان قلت لك أنا أمك أمتال بنات كيف تقول كباب كباب جيد وعادة تزوجني سمعتوش قلت لك هي لغتتزوجني في شخص موناسي هي عارفها كتر مني سمعتوش قلت لكم عارفها وبذاoisيكم نكبر dies نكبر جوج ووسط والله يرحمكم والله يرحمكم بابا هي البنات لأن بابا هي مسكين مريض يعني من اللي ماتت امها هيك بصدم وطار ليه عقل ويهاك اللي شافي مسكين كان كيف يبغيها؟ قالت لكم كان كيف يبغي مسكين ماما ها؟ نحب نحب؟ نحب؟ تنحرة كيف يبغي؟